السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم مواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام والجزء رقم سبعة من الفصل السادس هنتناول البروبرتز أبتيند فروم تنسائل تس قدي ده عندي الشكل العام للستريس سرين كير ده مثلاً طلع ليه الألمينيوم اللوي اللي بيحصل أبص لها عندي الواي قصد الإكس عفواً ده عبارة عن يعني عبارة عن التغير في الطور على طول الأصل بينما الواي أكسس ده بالستريس بالباوند بير سكوير إنش تعالوا نشوف أول حاجة عندي في البداية الاختبار بيديني خط مستقيم هذا الخط المستقيم أنا بسميه الالاستيج دوفورميشن زون أو منطقة التشكيل منطقة التشكيل المرن تمام؟ طيب أول حاجة بأخذها منها إيه؟ بأخذ عنها الموديلس أوف الاستيستي أو اليانجس موديلس وده عبارة عن دلتا سيجمة على دلتا سترين فيديني الموديلس أوف الاستيستي معامل المرونة وده فاكتور مهم جداً في عالم التصميم بعد كده بعد في نهاية هذا الخط المستقيم عندي الالاستيج لامت يعني خلاص الالاستيج انتهت بعد كده بمشي مع الكيرف أتحصل على اليلد السرس واليلد السرس في الحقيقة برامتر مهم جداً لأنه بيعتمد على يعتبر ديزاين برامتر وبيعتمد عليه حاجات كتير يعني مثلاً لما أجي أصمم مبنى باستخدام فيه حديد تسليح لازم أعمل حسابي إن حديد تسليح ما تحملش أكتر من اليلد لأنه تحمل أكتر من اليلد معنا كده هيبدأ الحديد يتشكل ويبدأ السافي ينهار بعد كده لما بمشي مع الكيرف إلى أقصى قيمة لي فبتحصل على الألتمت تنصاية الاسترس وساعدت تسميها التنصاية الاسترس بعد كده ماشي مع الكيرف في نهاية الكيرف أتحصل على البركسترنس أو الفراكشار استرس اللي هو إجهاد الكسر طيب لو أنا جيت أخدت المساحة تحت المنحنة الكلية للكيرف كله فهيديني حاجة اسمها التفنس التفنس الحقيقة يعبار عن كمية الطاقة اللي ينتصها الماتيريال حتى تنكسر أما لو أنا جيت عند آخر مرحلة من مراحل الالاستيك ديفورميشن زون وخدت المساحة تحت المنحنة دي فدي من سميها الريزيلانس ودي عبار عن كمية الطاقة التي تمتص أثناء الالاستيك ديفورميشن زون بعد كده أبص ألاقي عندي حاجة اسمها الابلتي of material to plastic deformation طول ما عندي المتال مديني المنطقة التانية دي اللي هي البيلاستيك ديفورميشن زون معناها أن المتال قابل للتشكيل فلو ما أدنيش هذه المنطقة يبقى غير قابل للتشكيل زي ما شفنا في السراميج ماتيريال وبالتالي يبقى اختبار الشد لما يديني أو الكيرف بتاعه يديني منطقة البيلاستيك ديفورميشن زون معناها المادة قابلة للتشكيل بعد كده لما باجي أحسب الالونجيشن بشوف التغير في الطول اللي حصل يعني الطول النعينة النهائي ناقص الطول الأولاني على الطول الأولاني مضروف في المية ديني للونجيشن هذه اللونجيشن نسبة الاستيطالة مهمة جدا لأن بمعلومية نسبة الاستيطالة أنا بقدر أعرف إيه بقدر أعرف هو المادة هل دكتايل ولا بريتل بمعنى لو كان عندي مادة مثلا استطالة بنسبة 40% ومادة استطالة بنسبة 20% يبقى المادة الاستطالة بنسبة 40% تبقى دكتايل وبالتالي حتى معنا الدكتيلتي أنا بقدر أجيبه من اختبار الشد وطبعا إحنا معروف أن الونجيشن بيجيبها لما بيحصل فليار للماتيريال لأن احنا بنجيب الطول النهائي زي متعودنا طيب يبقى إحنا لما ناخد من اختبار 9 خواص أظن ده بيؤكد أن اختبار الشد واحد من أهم الاختبارات الميكانيكية التي تجرى على الماتيريال ترجمة نانسي قنع